ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جلالته الذي يؤكد في مختلف المحافل على أهمية التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشرعية لتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار لمملكة البحرين وأهلها الكرام ومن هذا المنطلق كان المشروع البحريني قد وفر العديد من الأدوات التشريعية والرقابية إذ يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات والقوانين اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلسي الشورى والنواب كما أن الأدوار الرقابية التي منحها الدستور البحريني تمكن السلطة التشريعية من متابعة عمل الحكومة وأدائها من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم وفي إطار التعاون بين السلطات تحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية امتثالا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وتحقيقا لمقاصد العملية الديمقراطية لمملكة البحرين فبين فترة وأخرى تعقد اجتماعات مشتركة بين السلطتين لاتخاذ الخطوات المهمة وتحقيق التوافقات تجاه العديد من المواضيع والتي عادة ما تنتهي بتوافق يمثل جوهر التعاون بين السلطتين ومن ثم وتحت قبة البرلمان يكون التعاون والحضور جليا للوزراء أو ممثل الوزرات فبين سؤال وجواب وبين استفسار وتوضيح وبين نقاشات تتفرع إلا أنها تركز على البحرين ومن أجل البحرين وذلك لأن العملية تكاملية وتعاونية من أجل المصلحة الوطنية الأسماة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر